مرحبا وتحياتي للجميع المادة والطاقة أو المادة والقوة هو عنوان لكتاب كتاب صدر لأول مرة في ألمانيا تحديدا في سنة 1855 ومؤلف هذا الكتاب هو لودفيج بوخنر أو بوشنر بحسب النطق بالألمانية وبوشنر هو طبيب وعالم فيزيولوجي وفيلسوف ألماني فيلسوف ألماني كبير ربما غير معروف للكثيرين من المهتمين ومن قراء الفكر والفلسفة بالعربية لكنه واقعا يعتبر من أكبر دعاة الفلسفة المادية ومن أكبر دعاة الإلحاد تحديدا في القرن التاسع عشر سواء في ألمانيا أو في أوروبا بصفة عامة وبعد أن نشر بوخنر كتاب المادة والطاقة واقعا نال الكتاب شهرة كبيرة جدا وانتشر بسرعة كما يقال كانتشار النار في الهشيم لدرجة أنه تخيل أعيد طبعه لستة عشر مرة وفي أقل من ثلاث سنوات وطبعا مثل هذا الكتاب في حينه لنقل أفضل تجلي أو أهم تجلي لأفكار أفضل لأفكار الفلسفة المادية طبعا الفلسفة المادية التي سادت في فترة القرن التاسع عشر في أوروبا لا بل تعززت تعززت بعد ظهور نظرية داروين طبعا في التطور والانتخاب الطبيعي على اعتبار أن عملية التطور هي عملية طبيعية مادية كما يقال يعني مئة في المئة فكان أن تعززت الفلسفة المادية في أوروبا طيب قبل أن نعرض لشيء من فلسفة بوخنر أو بوشنر بداية واكالعادة لنتعرف عليها أكثر عن قرب فلودفيج بوشنر من موليد سنة 1824 طبعا في ألمانيا ولد في تحديدا في مدينة دارمشتات درس الفيزياء درس الطب درس علم الأحياء وعلم النبات وعلم الحيوان ودرس الفلسفة والأدب وفي عدة جامعات مثلا درس في جامعة ستراسبورغ في فرنسا وفي جامعة فيينا في النمسا وفي جامعة توبنجم مثلا في ألمانيا وطبعا لعدة شهادات للدكتوراه من عدة جامعات وعمل بعد ذلك كأستاذ جامعي كأستاذ محاضر في عدة جامعات ألمانية أيضا مارس بوشنر الحياة العملية كعالم وبتالي أشرف على عدد من الاختبارات والتجارب العلمية المختلفة وفي الواقع فلودفيج بوشنر ينتمي لعائلة علمية بامتياز مثلا والده كان طبيب معروف في حينه أخوه الأصغر هو كارل جورج بوشنر واحد من كتاب المسرح المشهورين والمعروفين في ألمانيا أخته كانت تدعى لويز بوشنر وكانت شخصية نسوية معروفة في حينه طبعا في مجال الدفاع عن حقوق المرأة حتى ابن أخيه ما هو إلا العالم الكيميائي صاحب الاكتشافات الكبيرة في مجال علم الكيمياء والاختراعات في مجال علم الكيمياء إرنيست بوشنر طبعا إضافة لعدة أفراد ينتمون لهذه العائلة وبرعوا في مجالات مختلفة سواء كانت فكرية أو علمية وفي الواقع في بوشنر كان ممن تأثروا في حينه بنظرية داروين دابل كان من أكبر المتحمسين لها وسعى لنشر الداروينية في ألمانيا وحتى أنه أسس مع بعض العلماء والفلاسفة والمفكرين في حينه طبعا عندت منتديات فكرية منها مثلا رابطة المفكرين الأحرار في ألمانيا والتي عملت على نشر طبعا الفلسفة المادية والفكر الإلحادي نردتم وطبعا نظرية التطور الداروينية وتوفي بوشنر في سنة 1899 وكان عمره 75 عاما ودفن في المقبرة القديمة في دارمشتات طبعا للودفيج بوشنر الكثير من الأعمال منها مثلا على سبيل المثال الحصر كتاب النظرية الداروينية كتاب الداروينية والاشتراكية كتاب في خدمة الحقيقة كتاب مفهوم الله ومعناه في العصر الحالي كتاب قوة الوراثة وتأثيرها على التقدم الأخلاقي للإنسان أيضا كتاب الآخرة والعلم الحديث وطبعا أهم كتب بوشنر هو كتاب المادة والطاقة أو الطاقة والمادة إضافة لغيرها من مؤلفات وأيضا إضافة لوجود مئات المقالات التي كان ينشرها تباعا في الصحف والمجلات سواء الطبية أو العلمية أو الفكرية أيضا من المهم أن نذكر مسألة مهمة وهي أن فلسفة بوشنر وفكر بوشنر واقعا وصل مبكرا أو وصل في مرحلة باكرة إلى المنطقة العربية تحديدا عن طريق المفكر والطبيب شبل شميل والذي يعتبر طبعا من وجوه النهضة العربية في بدايات أو في مطلع القرن العشرين فواقعا شبل شميل يعتبر من أهم الأسماء العربية التي تأثرت بفكر بوشنر لبل قام شميل بترجمة وبنقل الكثير من أعمال وأفكار بوشنر إلى اللغة العربية وإن أردتم ضمنها في كتاب نشره تحت عنوان شرح بوشنر على مذهب داروين وفي الواقع قرأت الكتاب يعني للأمانة فعلا أغناه شميل بشروحات وتعليقات أكثر من مهمة طيب بالنسبة لفلسفة بوشنر قاصة تلك التي قدمها في كتاب المادة والطاقة أو الطاقة والمادة فباختصار وبتبسيط شديدين فأولا لنقل ينطلق بوشنر في فلسفته المادية من قاعدة مركزية أساسية طبعا بدون أن نشك تتمثل في تصوره المادي للعالم فكان يعتقد أن العالم مادي بكليته كان يعتقد بأن لا وجود في هذا العالم سوى للمادة للمادة والطاقة هذه المادة المكونة لكل الأشياء ولكل الموشودات فإذن العالم مادي العالم مادي بكليته فهذا أولا هذه قاعدة مركزية ثانيا عندما يتحدث بوشنر عن الطاقة والمادة كما هو عنوان الكتاب الطاقة والمادة فواقعا هو يتحدث هنا عن شيء واحد لأن المادة هي الطاقة والطاقة هي المادة وبالتالي هما كمثل وجهين لشيء واحد تماما كمثل العملة الواحدة ذات الوجهين لأن الطاقة من طبيعة المادة مثلا يذكر في الكتاب أو يردد دائما في الكتاب عبارة أنه لا مادة بلا طاقة ولا طاقة بلا مادة ثالثا يعتقد بوشنر أن المادة لم توجد من عدم وطبعا لا تقول إلى العدم بل يعتقد بأن المادة أزلية لها وجود أزلي وبالمقابل لها وجود أبدي فهي إذن أزلية أبدية لا تخلق من عدم ولا تفنى إلى عدم بل تتحول من شكل إلى آخر كمثل التحول مثلا من الحالة السائلة للماء إلى الحالة الغزية يعني إلى بخار أو كمثل تحول الجهد الحركي إلى حرارة وهكذا رابعا يعتبر بوشنر أن كل القوى الموجودة في الطبيعة والموجودة في العالم هي قوى مادية قوى مادية صرفها أو يعني بجملة أخرى فالمادة كما يراها بوشنر هي مستودع كل القوى الطبعية وكل القوى المادية وكل القوى الفيزيائية مثلا لنقل خامسا سيتعرض هنا في داخل الكتاب لمسألة الحياة أو لظاهرات الحياة وللقوى الحيوية القوى الحيوية طبعا المسؤولة عن ظهور الحياة واستمرار الحياة فيعتبر أن هذه القوى الحيوية هي كما كل القوى الأخرى الموجودة في العالم أيضا هي قوى مادية طبيعية ومصدرها التفاعل الموجود ما بين المادة والطاقة هذا التفاعل الذي بحسب بوشنر يولد قوى حيوية فاعلة قوى حيوية فاعلة بمعنى أنها قادرة على الفعل لبل بحسب بوشنر قادرة على مسألة التولد الذاتي أو التولد الذاتي يعني على توليد الحياة من ضمن طبعا شروط معينة وبمقتضى قوانين طبيعة ثابتة وهكذا يحاول بوشنر أن يبين أن الحياة ما هي إلا ظاهرة طبيعية ظاهرة مادية نشأت بفعل قوى حيوية ذات أصل مادي مصدرها التفاعل الموجود ما بين المادة والطاقة والتي أنتجت في ظروف معينة وبمقتضى قوانين الطبيعة يعني حالة من الحياة حالة من الحياة للكائنات المادية فيحاول أن ينفي بهذا الشكل مسألة وجود ما يسمى بالنفس أو بالروح طبعا بوصفها مصدر للحياة أو بوصفها مصدر للحياة كما في التصبرات الدينية أو حتى المثالية لا بوشنر ينفي وجود الروح ينفي وجود كيان لا ماد يسمى بالروح لبل يعتقد بأن الظاهرة الحيوية كما قلنا هي منتج ماد صرف كنتيجة للتفاعل ما بين المادة والطاقة مثلا يعني يضرب مثال في داخل الكتاب حول هذه المسألة يعني يقول بما معناه هنا طبعا أنه إذا ضققنا جيدا في الكائنات الحية نبأت حيوان إنسان إلى آخر إذا ضققنا جيدا في هذه الكائنات الحية طبعا بوصفها أيضا كائنات مكونة من المادة طيب سنجد أنها في حياتها مثلا في نموها وفي كل حركتها واقعا تعتمد على طاقة خارجية على طاقة قادمة من خارجها كمثل الغذاء كمثل الماء الشراب الهواء إلى آخر يعني تماما كما أي آلة ميكانيكية أخرى أيضا تحتاج في عملها في حركتها لمصادر خارجية من الطاقة كذلك الكائن الحي يحتاج إلى مصدر طبيعي ومادي من الطاقة متمثل في الغذاء في الشراب في الهواء كما قلنا إلى آخر طبعا إلى غيرها من أمثلة يوردها بوشنر في داخل الكتاب طبعا لينتهي أولا إلى مسألة نفي وجود الروح أو النفس نفيا قاطعا وإلى تأكيد مسألة أن الظاهرة الحيوية يعني هي ظاهرة طبيعية مادية بشكل صرف سادسا أيضا في قسم آخر من الكتاب يعالج بوشنر مسألة العقل والفكر فإن كان الجسد مادية طيب ماذا عن الفكر ماذا عن العقل هل هو مادية أيضا طبعا بدون أن شك يجادل بوشنر على أن العقل أيضا هو نتاج لتفاعل المادة والطاقة لبل سيعتبر بأن العقل هو مجرد اسم اسم لعمليات مادية تجري في داخل عضو مادي هو المخ أو الدماغ وكنتيجة لهذه العمليات المادية في داخل الدماغ ينتج الدماغ بعض التأثيرات التي نسميها بالفكر أو بالتفكير ويعني كما قال أيضا صديق بوشنر والذي قدمت عنه حلقة في السابق أيضا سيقول هو نفس الشيء سيقول بأن الدماغ ينتج الفكر طبعا الدماغ المادي ينتج الفكر يعني كما تنتج العضلة المادية التمدد والتقلص ينتج العقل الفكر كما تنتج أو كما ينتج الكبد مثلا المادة الصفراء ينتج العقل الفكر تماما كما تنتج الغدى مواد معينة ففي نهاية الأمر لكل عضو مادي وظيفة يؤديها ووظيفة الدماغ هي التفكير وفي الواقع يعني يورد بوشنر هنا مثال جميل جدا عندما سيشبه إنتاج الدماغ للفكر بإنتاج المحرك البخاري للحركة فأيضا يقول بما معناه طيب المحرك البخاري طبعا ينتج الحركة ينتج حركة ينتج هذه الحركة من خلال عملية تفاعلية ما بين المادة والطاقة وهذه الحركة بالتحديد لا يمكن أن ينتجها هذا المحرك البخاري إلا تبعا لتركيبته المادية والفيزيائية المحددة بمعنى أن إنتاج الحركة يعني ما كان ليحصل لولا أن المحرك البخاري مركب بهذه الكيفية بهذه الكيفية المادية والفيزيائية المصممة لإنتاج هذه الحركة والتفكير بالنسبة للدماغ نفس الشيء فالدماغ البشري ينتج تأثيرات معينة نسميها بالفكر أيضا من خلال عملية تفاعلية ما بين المادة والطاقة أيضا تبعا لتركيبته المادية والفيزيائية هذه التركيبة التي تسمح مثلا بأداء هذه الوظيفة المحددة طبعا يحاول أن يبين أن كل العملية هي عملية مادية صرفة تتبع تركيبات مادية معينة قوانين فيزيائية معينة عمليات داخلية عمليات فيزيائية تفاعل ما بين المادة والطاقة إلى آخرين طبعا لينتهي إلى أن الانفصال بين الفكر والدماغ تماما كما أن الانفصال بين الطاقة والمادة في العالم هو كأنه يشير هنا أن أردتم إلى إلى مسألة أن الفكر هو بمثابة الطاقة الكامنة في داخل الدماغ هذا الدماغ المكون أصلا من مادة يعني كما أن المادة تحمل الطاقة في داخلها فأيضا هذا الدماغ البشري المكون من مادة أيضا يحمل الفكر في داخله على اعتبار أنه يمثل الطاقة وأصلا الدماغ البشري مكون أصلا يعني من مادة من مادة تحمل في داخلها الطاقة فاعلة لكن وبعد كل الثقة الكبيرة التي كان يتحدث بها بوشنير في يعني في متن الكتاب وفي أثناء عرضه لأفكاره ولفلسفته المادية المطلقة كما تعرف واقعا يعني لما قرأ الكتاب يعني سيجد بأن بوشنير لنقل سيتراجع قليلا في آخر الكتاب يعني ربما كلمة تراجع لا تفي بالغرض المطلوب لكن يعني لنقل سيتحدث بمثالية أكبر في آخر الكتاب خاصة عندما سيعتبر أن أن هذا العقل البشري محدود في نهاية الأمر وبأننا لا نستطيع أن نقف على كل أسرار المادة والطاقة لا نستطيع مثلا أن نقدم تفسير ميكانيكي آلي لعملية إنتاج الدماغ للفكر بهذه الطريقة المادية أو من خلال عملية مادية فقد لا نستطيع الآن أو في المدى المنظور طبعا على حد تعبيري هنا حرفيا قد لا نستطيع الآن أو في المدى المنظور أن نقف على هذه الأسرار لكن هذا ليس بمبرر أبدا لإقحام قوى غير مادية كمثل الروح لتفسير عمليات مادية طبيعية بحثة هذه كلمات بوشنر حرفيا طيب فيما تبقى من وقت من المهم أن نمر ولو بشكل سريع ومقتضب جدا أيضا على بعض من أهم أفكار بوشنر الأخرى والتي طرحها واقعا في غير هذا الكتاب الذي يعني لخصناه للتو أو بالأحرى لخصنا بعض من أهم أفكاره للتو طبعا كتاب الطاقة والمادة وتحديدا سأتحدث عن بعض من أهم الأفكار التي اعتقد وآمن بها لودفيج بوشنر فمثلا وسريعا مثلا على الجانب العلمي واقعا كان لدى لودفيج بوشنر أعتقاد راسخ قوي جدا يكاد يصل لمرتبة الإيمان الكامل بقدرة العلم التجريبي على إنهاء الخرافات والاعتقادات القديمة مثلا لا بل إن أردتم توقع بوشنر أن يتقدم العلم في المستقبل القريب إلى الحد الذي يؤذن ببداية حضارية جديدة لإنسان جديد ولعالم جديد طبعا كان يرتكز في موقفه هذا على كل تلك الوتيرة المتسارعة في زمنه في ميادين البحث الألمي والكشفات العلمية المختلفة أيضا هو على الجانب العلمي إذا بقينا في الجانب العلمي فكما ذكرت سابقا كان بوشنر من أكبر المؤيدين ومن أكبر المتحمسين لنظريات داروين حول التطور وحول الانتخاب الطبيعي ويقال بأنه التقى بداروين شخصيا قبل وفاة هذا الأخير ببضعة شهور وفي الواقع قدم لودفي بوشنر إسامات فكرية من وحي نظرية داروين طبعا حاول من خلالها أن يجير إن صح التعبير يعني مفاعل النظرية في خارج لنقل إطارها الحيوي والبيولوجي وطبعا قدم عدة أعمال في هذا السياق منها كتاب بعنوان الإنسان في الماضي والحاضر والمستقبل الإنسان في الماضي والحاضر والمستقبل طبعا يتحدث فيه عن نشأة الجنس البشري وعن كل مراحلية التطورية طبعا تحديدا على الجانب الفكري والاجتماعي ارتكازا على الداروينية الاجتماعية إن أردتم لكن هناك مسألة ملفتة يوردها في الكتاب فبرأيه أن نظرية التطور أجابت على أسئلة الإنسان الوجودية الكبرى هذه الأسئلة التي طالما أو لطالما شغلت بال الإنسان على الدوام طبعا أسئلة من مثل من نحن ومن أين أتينا من أين أتينا وإلى أين سنذهب بعد الموت ومثلا ما هي الغاية من وجودنا إلى آخره فيقول بوشنر أننا ومن خلال داروين طبعا من خلال نظرية داروين طيب عرفنا كإجابة على سؤال من نحن عرفنا بأننا مجرد نوع من جملة أنواع تنتمي جميعا للمملكة الحيوانية الكبرى وعرفنا كإجابة عن سؤال من أين أتينا عرفنا بأننا أتينا من الطبيعة من الطبيعة المادية بكوننا منتج مادي منتج طبيعي أرضي إن شئتم وبكوننا مكونون من مادة وطاقة يعني كما كل الموجودات الأخرى وعرفنا مثلا كإجابة على سؤال إلى أين سنذهب بعد الموت عرفنا بأننا سنعود كمادة وطاقة للإندماج مجددا في الطبيعة الأم طبعا لأن المادة كما الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم أما حول سؤال الغاية من وراء وجودنا فبحسب بوشنر طيب بيتنا نعرف اليوم أن لا هدف ولا غاية مسبقة لوجودنا ومع ذلك يعتبر بأن هذه المعرفة بعدم وجود غائية في وجود الإنسان على الأرض فهذه المعرفة برأيه قد تحرر الإنسان من ذلك الاستلاب التاريخي اللي وهم تحكم مشيئة غيبية بحياته بمعيشته بمصيره وبموته إلى آخر طيب بالانتقال أيضا سريعا للحديث حول الحاد بوشنر فواقعا دودفيك بوشنر هو أو كان يعتبر بمثابة النبي الإلحاد في زمنه يعني حتى أنه يحلو للبعض اليوم أن يشبه مثلا دور بوشنر يعني في الترويج إن صح التعبير للإلحاد في القرن التاسع عشر البعض يشبه هذا الدور بدور مثلا طبعا العالم والمفكر الكبير المعاصر ريتشارد دوكمز في القرن العشرين أو في القرن الواحد والعشرين فواقعا بوشنر كان من أكبر دعاة لبل من أكبر عتاة الملاحدة في عصره لدرجة أن لقبه وتخيلوا الفيلسوف والمفكر الكبير وشريك ورفيق ماركس فريدريك أنجلز وقبه بالبائع المتجول للإلحاد فمثلا وسريعا طيب كان بوشنر يرى في الأديان وفي عقائدها وفي أفكارها يرى فيها منظومة فكرية تنتمي إلى مراحل بدائية من حياة الجنس البشري كان يسخر من مفهوم الإله الشخصي كما تقدمه الكنيسة وكما يصوره الكتاب المقدس مثلا كان يسخر من عقيدة الخدود من عقيدة القيامة والعالم الآخر كان يستهزئ بعقيدة وجود الروح أو النفس كان يزدري عقيدة الخطيئة الأولى وكان يوهن من عقيدة التثليث وهكذا ولنقل أنه انسجاما مع الحاده الراديكالي من صح التعبير في الواقع كان بوشنر يدعو إلى إنهاء أي دور للدين وللكنيسة وطبعا للكهنة ولرجال الدين في أي مسألة أو أمر أو شأن يخص الإنسان والحياة الإنسانية والمجتمع الإنساني طبعا لأن الأديان لم تجلب كما يقول بوشنر إلا الكراهية والعنف والانقسام والحروب وعززت الجهل والتخلف إلى آخره أيضا وسريعا وعلى الجانب السياسي والاجتماعي فلودفيج بوشنر في الواقع كان اشتراكي على الرغم من أن الموقف الماركسي من بوشنر يعني واقعا ليس بالموقف الجيد طبعا على خلفية فلسفية تتعلق بمادية بوشنر هذه المادية التي نعتها أو التي نعتها الماديون الجدليون الماركسيون يعني بالمادية المبتذلة مثلا المادية الميكانيكية المبتذلة طبعا في مقابل المادية الجدلية والتي بحسب الماركسية يعني تمثل القانون التطور العام لكل العالم ولكل أشياء لكن يعني كما قلت بوشنر كان مفكر اشتراكي كان يؤمن بأن النظرية الاشتراكية خاصة فيما يتعلق بمسألة إلغاء الملكية الخاصة طبعا لتحل مكانها الملكية العامة فكان يعتقد بأن هذه بمثابة يعني خطوة جبارة قد توصل إلى طبعا كما كان يعتقد أو يأمل قد توصل إلى المساواة الكاملة وإلى تحقيق العدالة الاجتماعية والوصول مثلا بالمجتمع الإنساني إلى مجتمع أفضل من جهة أخرى أيضا كان نصيرا لحقوق المرأة وطالب بإعطائها نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في حينه لكنه واقعا لنقل استثنى مسألة حق الاقتراع ولو لفترة مؤقتة طبعا معللنا الأمر بأن على المرأة بداية أن تنعطق من أسرها من سجنها ومن ثم عليها أن يعني أن تبدأ بالتثقيف السياسي مثلا بأن تتثقف سياسيا يعني إلى أن تصل إلى مرحلة تستطيع من خلالها أن تبني يعني موقف سياسي ذاتي أو تستطيع أن تقدم رؤية حول المواقف أو حول الأوضاع السياسية والاجتماعية موقف نابع من ذاتها من نفسها طبعا بعيدا عن تأثير الزوج أو الأب أو يعني الرجل بشكل عام فيعني استثنى كما قلنا مسألة حق الاقتراع لفترة يعني كما يقال مثلا انتقالية وشكرا وإلى اللقاء